بحسب معطيات مؤسسة بيتيري من أمان الأطفال من بداية العام تم تسجيل خمس حالات وفاة لأطفال نتيجة نسيان أو محاصرة في داخل السيارة من بينهم ثلاث حالات من مجتمعنا العربي تعود لأطفالنا في منطقة النكب أنا أفكر أنه فيش أهل بدها أن تنسى أطفالها في السيارة ولكن هاي حادثة عم بتسير وظاهرة اللي احنا عم نشهدها للأسف في الشديد وهي طبعا ناتجة عن يمكن عن ضغوطات عن مرات اللي تواعي اللي تماعرفين مرات أو شوية ضغوطات زي ما ذكرت في الأول ولكن بغالبيت الحالات نحن بنشهد لهذه الظاهرة بتسير مع أشخاص اللي هني مش دايما متعودين يأخذوا أطفالهم أو ينقلوهم من المكان إلى آخر فهون هني عم بكأنه فات على برنامج هني اليومي برنامج جديد هني مش متعودين عليه فهني بنسوا فبيكملوا ببرنامج هني القديم وبينسواوا فيه معهم طفل في السيارة وطبعاً الضغوطات والالتزامات اللي ممكن تكون كمان لهذا الشخص ممكن كمان يتأدي لنسان أطفال في السيارة ولكن زي ما ذكرت كل موضوع الضغوطات اللي عم منعيشها اليوم هاي عم بتكون واحدة من المسببات اللي ممكن تأثر على نسان أطفال في السيارة وطبعاً كمان الانشغالات إن كان في التليفون وإن كان في قضايا أخرى كمان عم بتكون سبب رح نحكي عن كل موضوع كيف ممكن نمنع هاي الحوادق إنه تسير معانا مع الأهل مع كل أب ومع كل أم للأسف لأنه عن جد هي ظاهرة جداً مؤلم إنه طفل ينتسى بالسيارة وبالأخير إحنا عم نحكي على حالات لأهل بتكون بالنسان أطفال في السيارة فبكر هاي هاي فاجة على كل العيلي كم ممكن نمنع هاد الاشي بلاياتا نخد المسئولية الكاملة نخد المسئولية الكاملة على سلوكنا على أطفالنا وزي ما ذكرت إنه هاد الاشي ممكن يصير مع أشخاص مش متعودين فهذا الشخص اللي يقوم في توصيل الطفل يتذكر إنه مش من ضمن برنامجه اليوم هاي برنامج نضافع على برنامجه فيأخذ هو المسئولية أكتر يعترف بهذا الاشي ويحاول يلاقي طريقة ممكن يتساعده إنه ما ينسى أطفاله بالسيارة وما يقول ما بتسير معي وكتير مهم أول شي بقدر يحط شنطة أو أي جهاز أو أي شي هو بحاجرة إله جنب الطفل حتى ما ينساه ممكن كمان وكتير مهم إنه التواصل المتبادل بين الشريك يعني يكون في تواصل مع الشريك الآخر ومع الطرف الآخر حتى نقدر نضمن إنه وصل نزلته أخدته يكون في هاي المسئولية المشتركة كتير مهم ثالث إشي كمان ممكن إنه وكتير مهم مش ممكن كتير مهم قبل ما نترك السيارة قبل ما ننزل من السيارة نفحص إذا كل الأولاد نزلوا من السيارة ما بقي ولا طفل في السيارة لأنه في مرات أطفال بتكون نايمة وما منحس فيها فكتير مهم إنه إحنا نفحص هذا نعمل هذا الفحص ونتأكل إنه فيش حدا باقي بالسيارة هدول هيك إحنا ممكن نمنع بشكل ذاتي وبمسئولية كاملة وبالإضافة لك ممكن نتساعد اليوم بجهاز اليوم هو في عنا أجهزة اللي هي ممكن تساعد لي جهة أجهزة ألكترونية إذا إحنا اليوم منركبها في السيارة ممكن كمان تكون آلية تساعدنا لأنه هي تعطينا إشعار إنه إحنا نسينا طفل في السيارة ولكن رسالتي هون ما تتكلوا على هذا الجهاز خدوا إنتوا المسئولية كاملة لأنه هذا جهاز ممكن يتعطل زي وزي أي جهاز إلكتروني تاني لهيك خدوا إنتوا المسئولية الكاملة اتبعوا السلوكيات الآمنة وهيك إحنا ممكن نحمي أولادهم نمنع عنهن كل هاي الحوادث المؤلمة